شكرا جزيلا جمعنا التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السبعة بتوقيت جلانتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجدد التحية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية وشدد الرئيس السيسي على ثبات المواقف المصرية تجاه القضية ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية وكذلك التأكيد على استمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية جاء ذلك خلال الرئيس السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية وبحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيسة وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة كما شارك من الجانب الفلسطيني كل من السيد حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة والسفير الفلسطيني بالقاهرة السيد دياب اللوح وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط وقد أكد السيد رئيس من جانبه أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية مشددا سيادته على ثبات الموقف المصري تجاه القضية ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية واستمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف كافة الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام من جانبه أكد الرئيس الفلسطيني على ما يوليه من أهمية للتشاور والتنصيق مع السيد الرئيس بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها القضية وكذلك المتغيرات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة معرباً عن تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية وتحركاتها على مختلف الأصعدة سعياً للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وكذلك لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التوافق على مواصلة التشاور والتنصيق المكثف بين الرئيسين من أجل متابعة ما سيتم من خطوات خلال الفترة المقبلة سعياً نحو حلحلة الوضع الراهن بالعودة إلى مسار المفاوضات كما شهد اللقاء استعراض الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة حيث أوضح السيد الرئيس أن التحركات المصرية دائماً ما تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع وأن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية بما يحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق أعلنت النيابة العامة المصرية التوصل إلى عدد من النتائج مع نيابة الجمهورية بروما فيما يتعلق بوقاعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وقالت النيابة العامة أنه بعد عقد عدد من الاجتماعات بين الطرفين وتبادل الأراء برئاسة كل من النائب العام المصري والنائب العام الجمهوري بروما تم التوصل إلى النتائج الآتية أولاً تعلن نيابة الجمهورية بروما عن نياتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في خمسة أفراد منتمين لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاد التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه وأن النيابة العامة المصرية رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية إلا أنها تتحفظ تماماً على هذا الاشتباه ولا تؤيده إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة وتؤكد تفاهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها نيابة الجمهورية بروما ثانياً تعلن النيابة العامة المصرية أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصبي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل وأيادت شهادات بعض الشهود ذلك كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل للجرائم أو ارتكاب التشكيل لجرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب منهم إيطالي الجنسية خلاف الطالب المجني عليه وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم على غير الحقيقة إلى جهة أمنية مصرية وسوف تتصرف النيابة العامة المصرية في تلك الواقعة على هذا النحو ثالثاً تؤكد النيابة العامة المصرية أنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتاً مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوصول إلى مرتكب الجريمة وتتفهم نيابة الجمهورية بروما قرر النيابة العامة المصرية وأخيراً فقد أبدى الطرفان التزامهما باستمرار التعاون القضائي بينهما وتخديم كل ما يتم التوصو إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة السعودية الرياض لترأس لجنة التشاور السياسي بين البلدين والتي ستشهد حواراً معمقاً حول التحديات المتنامية التي تشهدها المنطقة فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية وكان شكري قد استقبل نظيره البحريني عبداللطيف الزياني في القاهرة أمس وأصرح المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد حافظ أن شكري أكد خلال اللقاء على موقف مصر الداعم للأشقاء في البحرين ولأمن واستقرار الخارج العربي وأضاف المتحدث أن الوزيرين تبادل خلال اللقاء وجهات النظر إذا الملفات الإقليمية وما تشهده من أحداث متسارعة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الحثيث بين البلدين أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 122 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102.718 حالة وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مجاهد تسجيل 370 حالة جديدة ثمتت إيجابية تحليلها معملي للفيروس وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقص والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفق الإرشادات منظمة الصحة العالمية ووفاة 14 حالة جديدة أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها ستنظر يوم السابع عشر من ديسمبر المقبل في طلب شركة موديرنا للموافقة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا وأشارت الإدارة إلى أنها ستنظر في الطلب خلال جلسة للجنة الاستشارية لها ولم تحدد الإدارة أي موعد لإصدار قرارها بشأن الموافقة على استخدام لقاح موديرنا أفدت شبكة فوكس نيوز باستقالة سكوت أطلس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون فيروس كورونا من منصبه وقالت الشبكة أن استقالة أطلس سكوت جاء بعد أربعة أشهر مثيرة للجدل في البيت الأبيض اشتبك فيها مرارا مع أعضاء آخرين في فريق العمل صادقة أريزونا وويسكنسن رسميا على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في هاتين الولاياتين المتأرجحتين والمصادقة رسميا على نتائج الانتخابات الرئاسية لا تعني بالضرورة إغلاق الباب بما إمكانية الطعن بها أمام المحاكم إذ إن عددا من الولايات على غرار أريزونا مثلا يسمح بالطعن بالنتائج حتى بعد المصادقة عليها أعلنت الأغلبية البرلمانية في فرنسا أنها ستعيد صياغة المادة الرابعة والعشرين في مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل وكانت مظاهرات حشدة قد اندلعت السبت في عدة مدن فرنسية تنديدا بقانون الأمن الشامل في ظل أزمة أو أزمة قضية جديدة عن العنف الذي تمارسه بعض عناصر الشرطة وتنص المادة الرابعة والعشرين من القانون على عقوبة بالسجن سنة ونفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة بدافع سوء النية كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة أعلن جيش أذربيجان أن قواته دخلت إقليم لاتشين الثالث والأخير الذي سلمته أرمينيا والمجاور لناغورنو كارباخ وقالت وزارة دفاع أذربيجان في بين لها أن وحدات من جيش أذربيجان دخلت الإقليم تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في التاسع من نوفمبر بين باكو ويريفان وبرعاية روسية وسيطرت قوات أذربيجان على أربعة أقاليم أخرى خلال ستة أسابيع من المعارك الشرسة التي بدأت نهاية سبتمبر الماضي وأسفرت عن آلاف القتلى ريادياً توج فريق وزارة النقل بدور الوزارات الأول والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة وذلك بعد فوزها على فريق وزارة الثقافة بهدف دون رد كان حفل ختام دور الوزارات قد اختتم في نسخته الأولى تحت شعار مصر أولاً لا للتعصب وهو الحدث الرياضي الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبمشاركة 33 وزارة وديوان عام تحت شعار مصر أولاً لا للتعصب أقم حفل ختام دور الوزارات في نسخته الأولى والذي توج فيه فريق وزارة النقل بطلاً بعد هزيمات لفريق وزارة الثقافة وهو الحدث الرياضي الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء النهاردة كان نهائي وزارة الثقافة ووزارة النقل نهائي كبير وزارة النقل فازت بس زي ما قلت كده شد حلم لما معالي الوزير كامل وزير جي شد حلم أكتر شوية وحصول فريق وزارة الشباب والرياضة أول تنس طولة لكن المجمل 25 وزارة مشاركين في الحية بشكل كبير حفل استاح وحفل اختام يعني زي ما بيقوله موردن بروفيشنال يعني حاجة محترمة جدا ورسه بقول احنا بنعمل كمان في الوزارة دور الملاك الشباب الناس اللي نظاموا النهاردة ان شاء الله ينظمرنا كمان يعني دور الملاك الشباب ويعني حاجة ان شاء الله كل سنة هنجود عن السنة اللي ما قبل دوري الوزارات مقسم إلى لعبة خماس كرة القدم ولعبة تنس الطولة والتي توج فيها فريق وزارة الشباب والرياضة بالمركز الأول دوري الأول للوزارات فكرة رائعة عملتها أو نفذتها وزارة الشباب والرياضة وتمت الاستجابة من معظم وزارات الحكومة المصرية طبعا التنافس كان ما بين فرق كرة القدم وتنس الطولة كان معنا أكتر من وزارة زي وزارة السياحة وزارة المالية تعاون الدولي لإنتاج الحربي لعبنا مطشط جميلة قوي 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 مع بعض وكان فيها روح جميلة يمكن ما كانش تركيز قوي من الفائز خدنا المركز الأول بس الأفضل من المركز الأول حقيقة كلنا حصل نوع من الود والتعارف وفي أجواء كويسة طبعا كنا محافظين جدا على الإجراءات الاحترازية عدوى عشان فيروس كورونا وفي نفس الوقت كنا رفعين دايما شعور لا للتعصف الفعالية تقام بتنظيم من وزارة الشباب ورياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة وقد تمكن فريق وزارة المالية أن يحصد المركز الثالث في البطولة بعد تفوقه على فريق وزارة التموين الحمد لله احنا من أول يوم جاء تعليمات بتاعت الدكتور أشف صبح وزير الشباب نشكره طبعا على المبادرة الجميلة ده الدولة الأول كانت توجهات ساتة الوزير ان احنا نكون فرقة طليق باسم وزارة النقل ومن أول يوم عهدنا ساتة الوزير ومن احنا ان شاء الله في المباراة النهية نعزمه عليها وده كان الحوار اللي كان بنا والحمد لله وصلنا المباراة النهية وربنا وفقنا بمجهود اللعيبة ومجهود الجهاز الفني وكل الناس الحمد لله فوزنا بالبطولة شارك في المنافسات 33 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء وتنفس في دور كرة القدم القماسي لعبون من سن 30 سنة وزمن المباراة 30 دقيقة على شوطين بينهما 5 دقائق راحة كتاب هذا المجز تشكركم على المتابعة ونفى بكم الأفاصل قصير نعود من بعدها نستكمل باقي فقرات صباح خيام مصر كنوا معنا دائما اشتركوا في القناة